انت بطلت كورة وانت في البيك يعني وانت في اعلى مستوى ليك ليه لا انا بطلت عشان المدربين يعني انا كان اخر حاجة المقولين كان كابتن شوقي غريب جي ماشى المجموعة الكبيرة كلها الكبيرة عمرا يعني اه اه ماشى المجموعة فوق التلاتين يعني ماشى المجموعة الكبيرة بس فبعدها جيت اروح احنا اجا اروح اتكلم مدربين كل مدرب بتجي بتتكلمه مثلا ما انت بتشوف نادي تاني بقى فييجي يقولك السن السن كل المدربين بتتكلم في السن يقولك ليه انا مثلا انا عاوز مهاجم صغير عشان يجري كتير مش عايف هيجري يعملي يروح في بن العب ضحي احنا يفضل يجري بس اه والله والله المدربين كده انا بقولك تسعين في المئة من المدربين المصريين ما يعرفوش حاجة في الكورة والله انا اتمرنت مع كتير جدا والله ما يعرفو حاجة يعني ايه ما يعرفوش حاجة يعني مقارنة انا بقولك مقارنة بالمدربين الاجانب ما يعرفوش حاجة انا بقولك تسعين في المئة في ناس كويسين يعني في ناس اوليين احنا في نادي بدون ذكر اسم النادي يعني انا كنت في نادي من الاندية كنا كنا بننزل كنا بنجمع اللعيبة بالليل و كنا احنا اللي بنقول الخطة اللعيبة الكبيرة يعني كنت انا كابتن الفرق انا ولعيب معايا و كنا احنا اللي بنحط الخطة و تاني يوم احنا بنعرف قبلها بيوم المدرب بيقول التشكيل فاحنا بنعرف الحداشر اللي يلعبو و ان هو دي احنا نحط الخطة هو بيلعب مفتوح و احنا في رقه بتنزل فاحنا كنا بنعب بالليل و نقولها نلعب ازاي هنقفل مثلا هو عايز يلعب مفتوح و يهاجم و كده و احنا في رقه ضعيفة بتنزل يعني مش بنجمع نقط فكنا والله العظيم بتكلم جد انا بنتخيل اسم النادي كنا بنجمع بعض انت لعبت معقولين و اسماعيل و زباق لا لعبت في حداشر النادي فمش طعف تجيبه احنا ما فتكر بس ما فتكر لا عادي ما هو النادي كان ايه والله زي ما بحكي لك كده والله كنا بنجمع اللعبة بالليل و نقول لهم مثلا هنقف ازاي ورا الاربع الاربع الورا هيقفوا ازاي والدفندر قدامهم ازاي و نلعب بيلعبوا علينا قدام ازاي والمدرب كان مصري كنا بنشرح لهم اه مدرب مصري اه هو هو عايش في حتة تانية خالص هو عمل بالتمرين طول الاسبوع هو بيقعد برا المدرب ده كان بيقعد برا بيقعد برا يكاتشن طول الاسبوع و يجي بس قبل المطش بيوم يجي بقى يعمل الخطة قبل المطش بيوم والله معظمهم كده 90% بيقعدوا برا يتفرجوا وينزل قبل المطش بيومين بقى خلاص كده هيحط الخطة بقى بالعكس بقى المدربين الاجانب بيشتغل طول الاسبوع على الخطة اللي هتلعب بيها في المطش يعني انت طول الاسبوع بتتمرن عشان هتعمل ايه في المطش لا انا والله العظيم كنا بنقول للعبها هنلعب ازاي كنت قولهم يلعبوا ازاي مين المدرب اللي انت كنت مبسوط و انت بتشتغل معا لا في ناس كويسين بس في مدرب انت ارتحت ايو و انت بتشتغل معا حسيت انه طلعت كل حاجة عندك وفي مدربين ما لعبتش معاهم بصراحة في اللعيبة بتشكر فيهم زي مين يعني الله يرحمه الكابتن ايهاب جلال هو اللعيبة بتشكر فيه كابتن علي ماهر اللعيبة بتشكر فيه ما اتمرنتش معاه كابتن حلم طولان بقى انا اتمرنت معاه مدرب كويس لا فيه مدربين بس عشان منساش حد هم